اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى ان الوضع الوبائي بالجهة خطير جدا وهو ما عبر عنه الدكتور شوقل صيف عضو اللجنة بحالة استنفار قصوى من حيث الارتفاع لافت لحالات الوفيات والنسبة الشغور في الاسرة التي بلغت الا 15% بكل من المستشفى الجامعي فاطوم بورقيبة وبباقي المستشفيات وبمركزي كوفيد بالجهة التوقعات الى حد اخر الشهر نجب نوصله لقدر الله الى مئة حالة وفاة في الجهة اقل من 15% نسبة شغور في الاسرة يعني اليوم فما ضغط كبير على اسرة الاكسجين والانعاش اليوم هي حالة خطيرة وخطيرة جدا نشوفه في السياق الوطني وصلنا الـ 94 وفاة يعني تقريبا وفاة كل 15 دقيقة بتبيع المنستير اذا كان نشوفه اغلبية المدن تجاوزة سقف متعابية الحالة على مئة الف الساكن يعني حالة استنفار قصوى يعني حالة خطيرة جدا اليوم نعيش حالة من الضغط نظرا معناها لتكاثر الحالات الويفدة معدل الاعمار متاحة من 55 عام حتى 95 عام تضعفنا الاسرة متاع الاكسجين من 16 سرير ولينا عنا 24 سرير وعنا التقلول في عشرة بيوت معناها زادة كيف كيف بالليكستركتور الاكسجين فيها زادة معناها مرضى تيعبين وأكد عضو اللجنة العلمية الجهوية لمجابهة فيروس كورونا على ضرورة حماية فئة المسنين والمصابين بأمراض مزمنة اقترحنا حماية المسنين اعتبارا لأنه هي الفئة الهشة وكذلك حاملين الأمراض المزمنة لأنه المعطيات العلمية والرات هي الحالات التي تكثر فيها الوفيات يعني لا بد من حمايتها وذلك فسرناه قلنا يكونوا عندهم الأولوية بالنسبة للتلقيح وضع وبئي حرج تعيشه ولاية المنستير ففي آخر تحيين فاق العدد الجملي للمصابين 11 ألف شخصا فيما تجاوز مجموع الوفيات 240 حالة وفات وبلغت نسبة الإشغال بأسرة الانعاش 100% هذا ويتواصل تسجيل أرقام قياسية في الوفيات حيث كانت أعلى حصيلة بتاريخ الثامن عشر من جنفي بتسجيل 94 حالة وفات ارتفاع أرجعه عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا حبيب غديرة إلى ارتفاع نسق انتشار الفيروس ما أدى إلى ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات وخاصة أقسام الإنعاش كما أكد الدكتور غديرة أن ارتفاع العدد قد يعود كذلك إلى طريقة التعامل مع الحالات المرضية في المنزل هو معروف كل ما يجي وباء ومرض جديد مستجد فيروسي دي ما نعرف عدد بيفيات زادت كثيرا يقع انتشار كبير خاطر يقع انتشار نوع المات والأكثر محدودية للمنظومة الصحية بشي تلاهو بهم ولذلك تولي صعوبات أكثر طريقة أكثر الوفيات هذه معناها ثوابت لكورب المنحانية كل توري هذا معناها عدد بيفيات يتزايد نسبيا مع عدد الحالات ولذلك بما أننا لاحظوا تفشي كبير للفيروس منتظر نوعا ما بشي تزيد الوفيات هذه معناها وضعية منتظرة ولذلك كان نرجع للأصل المشكل راهو دي ما يقعد هو التفشي لأنه كان تلاحظوا حتى عدد الحالات والنعاش تعب مش على خاطر هو الفيروس هذي مخطر ولا قاتل ولا يعطي حالات مستعصية خاطر تفشي كبير برشا والحالات وليت مجموعة في المجموعة كبيرة برشا وهذا كان المشكل على أن يقعد دي ما تفشي أهم شيء والله يفهم شيء يمكن أن نحب وننصح به أكثر العباد ختم وقعدش عليه دراسات لكن رحظنا ليفهم شوية نوع منها ثقة في النفس في التعامل على الحالات المرضية في المنزل نجمو يقول له لو صحيح فما عبادي نجمو يقعدوا في المنزل لكن تعرفوا لي حتى الناس اللي مرضوا يقولوا لك دون شعلا في الدراسات وثابت العلمية ماشي كريبة عادية عندها خصوصياتها نجم تعطي مضاعفات البناءة الفوضوية التي تكتسح الأرضي الدولية والمساحات الخضراء والأرصفة وحتى الطرقات باتت مشكلة تؤرق البلديات وسلطات المحلية والجهوية ففي قفص مثلا أثار قرار هدم الأكشاك غير القانونية جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة بشأن من يتحمل مسؤولية هذا القرار رئيس بلدية الجهة يوضح هذه المسألة في الرابورتاج التالي تنفيذ قرارات الهدم المتعلقة بالبناءات الفوضوية أو التي لم يتحصل أصحابها على ترخص بلدية شهيدت على أراضي قد تكون أملك عامة أو خاصة إشكالية تعنيها أغلب البلدية منذ الثورة على غرار بلدية جفصة إزاء ظاهرة اكتسحت الأنهج والأحياء وتعنت أصحابها أمام تطبيق القانون بإزالتها أو تسوية وضعيتها قانونيا قرار الهدم يصدر عادة على السلطة المحلية التي هي البلدية بعد ذلك يتم تحديد الموعد مع سلطة التنفيذ ومع الأمنيين ومع السلطة الجهوية لتحديد الموعد وبلدية توفر الأليات تدخل بلدية جفصة مؤخرا في إزالة كوشك أقامه أحد المواتنين بمنطقة حي النور على رصيف طرحت العديد من التساؤلات حول قرارات الهدم من يصدرها ومن يتولى تنفيذها والأجالة القانونية التي تمنح للمخالفين لتسوية وضعيتهم قانونيا تساؤلات وإن أجابنا عنها رئيس بلدية جفصة فقد رفض وليجها توضيح المسألة رغم المسؤولية التي حملها إياه رئيس بلدية المكان في حادثة الكوشك الأخير صارت أن الإشكالية تتمثل فيه هدم كوشك اللي يعني يخدم فيه خوية وهو المعين الوحيد للعائلة قدمين فيه دي جادومونت للبلدية وصار خلال يعني في الإجراءات كوشك هذا يبيع مواد مهربة ومواد ممنوعة اللي هي معناها تنثل خطر على المواطنين وعلى المقهى المجاور وعلى السكان مجاورين بيع بنزين وبيع المزوت وبيع معناه القاز دولي قفصة ينتظر إلى يوم أحدى جانفي يوجه برقية أو مراسلة إلى سيد مدير الآمن الوطني بقفصة المراسلة هذه تقول اللي هو يجب تنفيذ القرار في أقرب الأجال بعد ذلك حددت السلطة الأمنية موعد يوم السبت وطلبت من بلد هي توفير الأليات للتنفيذ تقريبا هذه هي معناها للإشكالية كل قررت الهدم المتعلقة بالبناءات الفوضوية أو التي لم يتحصل أصحابها على ترخيص بلدية إشكالية تعنيها أغلب البلدية منذ الثورة على غرار بلدية قفصة توجه الفلاحون في ولاية جندوب خلال السنوات الأخيرة إلى غراسة القوارس باعتبارها قطاعا واعدا فاتزعت المساحات المخصصة لهذا النوع من الغراسات ما ساهم في ارتفاع الإنتاج لكن يجد الفلاح نفسه أمام محدودية السوق المحلية يعرف قطاع القوارس بولاية جندوب توسعا في المساحات المغروسة في السنوات الأخيرة بفضل ظروف مناخية ملائمة ومردودية عالية ما كانت من إنتاج حوالي 12 ألف طن سنويا لكن إشكاليات التسويق تظل العائق الحقيقي أمام الفلاحين بالجهة القطاع ذايا هو قطاع في تطور نظرا لتواجد مياه الري العذبة التي هي متأتي على منظومة بوهارتما ذات نسبة ملوحة منخفضة وكذلك تثمينا للتربة الجيدة المتواجدة بمعتمدية بوسالم خصيصا وبولاية جندوبة عموما قطاع واحد وقطاع منتج وقطاع مربح لكن عندنا مشكلة كبيرة ياسر وصرت أن نتوفى التسويق معناه هكتشوف معنا عندنا لفاريتي الضامة نورم المويت نحو من ديسامبر عندنا لانواح الكل عندنا البريكوس عندنا الترديف عندنا لانواح الكل موجود عدد من منتجي القوارس أكدوا أن هذا القطاع الواعد بولاية جندوبة المعروفة أساسا بالزراعات الكبرى يحتاج إلى مزيد من الدعم والإحاطة بالمنتجين في ذل جودة المنتوج والتنوع الأصناف لدينا حتى دعم يعني إذا كان حتى كمش يعطوك دعم دوبة تزرع سينية يعطوك دعم تاقود تاقود دعم حتى دعم على المشلة نحو دعم على المشلة تاوات على غراسية جديدة تنحو يعني ما عادش في اليفاريتي في البركدين تنحو الدعم نسجع في الفلاحة قطاع واعد اليوم نحن نحن نحب نواجه الفلاحة متاعنا إلى قطاعات مربحة وما تستهلكش برشة ماء لأنه عدنا مشكلة في الماء خاصة بالوضعية نتعى الشبكات اليوم نحن ندعو في فلاحاتنا في بوسالم في جندوبة في ودمليز في غرديماء باش تتوجهوا نحو الزراعة هذه خاصة بعد النجاح اللي معنا سجلت الزراعة هذه في جهة بوسالم مشكلتنا نحن في تونس بكله مشكلة التسويق إن شاء الله احنا قاعدين نخدم عليه هذا يعني السوق المحلية التاقة محدودة نحبه نخدم عليه السوق الخارجي السوق معناها الدولية وهذا ما نجم يكون كان ما تكون الفلاحة من جمعين في شركات تعاونية ووقتها النجم الخمموا في أسواق معناها خارجية وهذا كعليش فلاحاتنا يجبهم يختاروا الأسناف اللي عندها رواج في السوق العالمي قطاع القوارس بولاي جندوبة قطاع واعد يحتاج إلى خطة جهوية متكاملة لدعم هذا الانتاج الجديد بالمنطقة من أجل فلاحة أخرى ممكنة تحسن وضع المنتجين دامت أعواما أصبحت مادة المرجين مادة حيوية في تخصيب التربة بغابات الزيتون الأمر الذي شجع فلاحي جهة جيرجيس بالجنوب الشرق التونسي على الإقبال عليها لاستغلالها في السنوات الأخيرة بعد أن كانت تمثل إشكالا لأصحاب المعاصر لطريقة التصرف فيها وعبءا بيئيا ثقيلا للمسؤولين البلديين باتت مادة المرجين بعد بحوث علمية دامت لأهوامنا باتت مادة حيوية في تقوية التربة بغابات الزيتين كانت عندنا فيه مشكلة كبيرة يسر المرجين أن يزمك تهز تاخد ترخيص من البلدية وتهز الصبف البلدية وتخلص عليه توا الحمد لله يا ربي الجناه ينفع الزيتون في سفا غريب يكون طالبة للمرجين أن الناس يتعلصوا بالمرجين ويخلصك تأكد أن جدوها جدوها على مستوى بالنسبة للنبتة الإخذرار والنمو وكذلك على مستوى الإنتاج وهذا أنا لحفتها بعيني معناه بين جيراننا والناس المعاصرية اللي بحذانة وعندهم زيتون كبير عدد كبير من زيتون كل أمتلت اليوم المرجين من المواد اللي تزيد ترجع المواد العضوية للأرض وتنفع الزيتون لكن تكون بطريقة علمية اللي هي خمسين الف لتر في الهكتار ما يقارب عشر سترنات في الهكتار لكن تكون عملية الرش معدلة ما هيش هي يجي صبها في بلصة واحدة احنا ضد هيك يجي بحذة زيتون باش يسيبه في بلصة واحدة تولي تضر الأرض معاش تنفعها محد الزيتون واحد من المؤسسات البحثية العلمية التي اشتغلت كثيرا على تثمين هذه المادة باعتماد طرق علمية في كيفية النثر والكميات المطلوبة في غابات الزيتين ما جعلها أيضا تشجع الفلاحين على الإقبال على نثر هذه المادة لتحول المادة المرجين من مشكلة الحل حلنا به عديد أشكاليات خاصة في الأرض الرملية من الجنوب التوسي التي تفتقر المواد العضوية ومادة المرجين تحتوي على المادة هذه لأن المرجين هو متكون من 83% ماء 2% مواد معدنية و5% مواد عضوية وقتنا نحسن المواد العضوية بتاع التربان نحسن كمية الماء المخزن في التربان نحسن نفذية الماء نحسن تهوية التربان تثمين مادة المرجين عينة من نجاحات مؤسسات البحث العلمي الفلاحي في بلادنا متى توفرت الإرادة والاعتمادات الضرورية لذلك وعديد المواضيع الأخرى تبقى في انتظار بحث علمي قريب من حاجات الفلاحين لتثمين كل المواد وتحسين دخل الفلاحين في كل القطاعات تجربة الاقتصاد التضامنية التي أقرها مجمع التنمية النسائي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية عرفت نجاحا ملحوظا بعد انتفاع عدد من النساء بمشاريع فلاحية ناجحة لكن تعوقها بعض الإشكالات على غرار أسعار العلف والترويج داخل ضيعتها الصغيرة تعمل شافية على تربية الأبقار وكذلك الدواجا مشروعا انتفعت به من قبل مجمع التنمية النسائية الأمل بالنفاتية بمعتمدية شربان من ولاية المهدية والذي شميلة أربعين منخلطة أنا فلاحة عندي البقر وعندي الجيج وننشط في المجمع ننتج الحليب نبيعه فيه يجي هزة الحليب وفي رمضا نخدمه شوي نخدمه شوي البن ونخدمه كل شي العالفة غالي خلتنا الفلاحة مش خلتها معناها بيشتخدم بالبي نجمع زيتون نقرقب نحش ونفلحة كل عنا جيجات عنا شوهار عنا والله بديتها بشوي يعني خذيت شوي جيج ونكرك وقريت على الجيج أو خذيت القفاز من درد الفلاحة من دوجنا بيغل بعضنا درد الفلاحة لا تكلمني أنه لم أدلها الكمية يعني لحاجتها به ويعد مجمع التنمية النسائي الأمل أول مجمع في ولاية المهدية تأسس منذ سنة 15 و2000 من قبل المندوبية الجهوية للفلاحة وبدعم من مشروع المبادرة الإقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية ريجان والذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية غرب آسيا لونسكوة وحاليا عندنا برشة معناها متكونوا في برشة مجالات فلاحية تم تربية الأغنام تربية الأبقار برشة أكثر حاجة معناها شفناها الفلاحة تنجم تبشي فيها هي تربية دجاجة الضيعة عندنا 63 وقرابة 63 فلاحة المندوبية مشكورة وفرت لهم خمسة حذينات بيض وجاء مشروع ريجان مجروع الإسكوة اللي يكمل معناها التكوين في تقطير النباتات في صناعة الصبون في التسويق ومعناها تدعيم مهارات المرأة الريفية بالتنسيق يبيعون بعضهم يتالفونت مع بعضهم يتصلبوا بعضهم معناها علاقتهم بيه ورغم نجاح تجربة الاقتصاد التضامني لهذا المجمع يبقى مشكل الترويج من أهم العواق نحن نتمنى قرية حرفية تصير في المنطقة ولفتم السيد الوالي وسيد المندوب في نقطة بيع في ولاية المهدية إن شاء الله يربي هي اللي تسهل مشكل الفلاحات المجمع حتى الفلاحات ولاية المهدية الكل هن فلاحات اجتهدنا رغم تواضع الإمكانيات لتقديم وتطوير عملهن والمساهمة في اقتصاد العائلة والمنطقة أملهن الوحيد مزيد الدعم وفتح فضائات جديدة للترويج والبيع بما يقفل جودة واستمرار منتجاتهن صالحة هي فنانة تونسية أصيل مدينة نبر من ولاية الكاف اختارت مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالتعاون مع إذاعة الكاف تكريم هذه الفنانة الراحلة سنة 58 وتسعمائة وألف من خلال مسلسل إذاعي سيبث في شهر رمضان القادم ببادرة من مصلحة الدراما بالإذاعة الوطنية تشهد إذاعة الكاف منذ أيام تسجيل مسلسل إذاعي حول الفنانة الراحلة صالحة بما أنه عن مصلحة الدراما العريقة اللي عمرها قريب 60 سنات معناها ارتأيت أنه من 2016 أنه لما لا يعني جزء من الأعمال الدرامية اللي تنفذ في تونس جزء منها ينقل كله بعناصر من مصلحة الدراما ويصير هكذا كالتألف الجميل جدا الفني وكالتناسق الجميل جدا يتم في كل مرة في إذاعة الطريقة اللي تبعتها إذاعة الكاف بالتعاون مع مصلحة الدراما هو أنه تم الإعلان عن إنتاج هذا المسلسل عن طريق كاستينج يعني بلاغ عن بلاغ لنجاز كاستينج معناه من طرف مخرج المسلسل والكاستينج هذه تم بمعناها طرق يعني عادية جدا بمطالب وتم النظرة في المطالب هذه واستدعاء مجموعة الشبان هذوما للمشاركة في هذا العمل هذا العمل الإذاعي والفنية الضخم يشارك في تأثيذه عدد كبير من المواثلين والفنانين فيما فتحت الإذاعة الوطنية مجالا لانتقاء عدد من المواثلين الشبان والناشطين ضمن نوادي المسرح بولايات الشمال الغربية نسجل حاجة هامة جدا هو خروج مصلحة الدراما اللي موجودة في الإذاعة الوطنية خرجت بطم طميمها إلى الجهات والجهة هذه اللي هي الكيف باش تمس أكثر ما يمكن مواطنين باش تمس أكثر ما يمكن فنانين اللي هما موجودين في الجهة مصلس الله حلو برشا ان شاء الله يتبث في رمضان وان شاء الله ينال أعجب المستمهين الكرام العمل الذي سيتم بثه خلال شهر رمضان القادم يتناول بعضا من جوانب حياة الفنانة الراحلة صليحة ويخوض في بعض الأحداث التي تميزت بها بداية القرن الماضي الفتاة البدوية اللي بالحق صوت روعة اللي هبضت لتونس تبحث على قمة العيش وعاشقها لغناء خممت في تكريم طامة من قامات الفن التونسي اللي هي صليحة ونمس العصر هذك جمعت تحت الصور صليحة الاستعمار الفرنساوي الحقبة هذي كلكل صليحة مسلسل من ثلاثين حلقة يجمع بين عدد كبير من الممثلين والمبدعين التونسيين ويتناول جوانب من حياة أحد أهرام الأغنية التونسية بالشأن الثقافي كون قد وصلنا إلى نهاية الناشرة وذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها تسجيل المزيد من الوفيات بفيروس كورونا بعدد من الجهات في تونس وشعور في أسرات الانعاش بالمونستير يتسبب في حالة استنفار قصوى جرجيس مادة المرجين من أشكال بيئي إلى استثمارها من أجل تحسين نوعية التربة وإنتاج الزياتين حياة الفنانة التونسية الراحلة صليحة في حلقات مسلسل نذاعي يبث في شهر رمضان القادم شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة والاهتمام في أمال الله موسيقى 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 موسيقى